مع جد في الجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وعلى من سار على منهاجه واستنى بسنته واقتفى هداه إلى يوم الدين نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعمر أيامنا وأوقاتنا وأيضا عباداتنا ودعواتنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير وفيها البركة وعظيم الأجر لقد قال الله جل وعلا آمرا أهل الإيمان بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى جل وعلا بملائكته المسبحة بقدسه فقال سبحانه وتعالى إن الله وعلا بملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبدأ جل وعلا بنفسه وأيها بأهل الإيمان من إنسه وجنه فقال صلوا عليه وسلموا تسليما فهكذا يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تقديره وتعزيزه وأيضا احترامه حال ذكره فإنه يصلى عليه ويصلى عليه في الصلاة ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في أوله وفي آخره بل يكون هذا أرجى للإجابة وإجابة الدعوات وإقالة العثارات فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم الذي هدانا الله عز وجل به من الضلالة وأغنانا به من العيلة وجمعنا به بعد الفرقة صلوات الله وسلامه عليه والحديث في هذا العشي المبارك وأيضا في هذه اللحظات المباركة التي تنظاف للغروب من يوم الجمعة المبارك هو أن أمر مهم ويتعلق بتزكية النفوس وأيضا تصحيح المسار في الأخلاق والتعاملات وأيضا ضبط النظر إلى الآخرين وتحسين أيضا الدوافع القلبية التي تكون من الفرد إلى مجتمعه أو تكون من طوائف المجتمع إلى طوائف آخرين ذلك أن الله تعالى خلق الإنسان وكرمه وفضله وأعلى قدره فالله عز وجل كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وأغدق جل وعلا عليهم من الكرائم والفضائل والنعم الشيء الكثير قال وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا وهذه النعم إذا تذكرها الإنسان ورآها وشهدها في نفسه أو في غيره استوجب ذلك الشكر لله رب العالمين وأيضاً الثناء على مهبها جل وعلا فالذي وهب هذه النعم وأعطاها حقيق بالعبادة جل وعلا ولذلك قال ربنا جل وعلا بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ أَرْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ولذلك إذا تذكر لإنسان النعم أو ذكر عبد بالنعم فإن هذا يقتضي إزاء هذه النعم أن نقبلها وأن نشكرها وأن نثني على الله عز وجل بها فننسب هذه النعم إلى الله قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وسليمان عليه السلام لما آتاه الله عز وجل ما آتاه من الملك العظيم وسخر له الطير والجن والإنس قال هذا من فضل ربي فهذه النعم تنسب إلى الله تبارك وتعالى كذلك ينزل المطر فيكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب هذا الفضل لله بل ويعلن صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا التوحيد فيقول جل وعلا مطرنا بفضل الله ورحمته وهذا توحيد من جهة نسبة هذا المطر إلى الله تبارك وتعالى فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته وهو أيضا ثناء لأن الإنسان إذا جهر بهذا الأمر وقال مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا الحمد لله على إنزال المطر هذا ثناء من العبد لله تبارك وتعالى على ما أنعم وأعطى وأيضا يشتد استشعار النعم وشكرها وحمد الله تبارك وتعالى عليها وأيضا أن الإنسان يشعر بقيمة ما هو فيه من نعمة النعم الظاهرة النعم الباطنة يعظم هذا الأمر عند رؤية من فقدها فالإنسان يعرف نعمة الهداية إذا رأى من غوى وظل وهوى في دياجير الظلم أو الكفر أو الفسوق أو العصيان فيحمد الله على نعمة الهداية إذا وجد إنسانا فقد نعم الجوارح أو السمع أو البصر فإنه أيضا يحمد الله تبارك وتعالى على ما هو فيه من نعمة العافية ومن نعم كثيرة لا يشعر بها إلا حينما يتراء له من فقد الأمن أو فقد الاجتماع أو فقد أحد أحبابه أو ما إلى ذلك فيتأتى هذا الشكر في مثل هذه الحالات أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عباده هي نعمة الاستقامة ونعمة الديانة وأيضا الإقبال على الله تبارك وتعالى وسلوك الصراط المستقيم ترى هذه أعظم نعمة أعظم من جميع النعم ولذلك حقيقة الكرامة هي لزوم الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكرامتك هي باستقامتك وكلما أقبلت على الله تعالى وقربت من كلما زادت مكانتك وزاد علوك وقيمتك فالتمايز إنما هو بالتقوى وبالإيمان وبالإقبال على الله تبارك وتعالى ولذلك قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذلك التباهي بالصورة والتباهي مثلا بالملبس أو التفاخر يعني بعض الناس يتفاخرون الآن بمميزات دنيوية وحطام هذه الدنيا أو أحيانا هذه النعمة التي وهبها الله عز وجل إياه تجد أنه يفتخر بها لا على إظهار الحمد والشكر والقبول والثناء لله رب العالمين بل يجعل هذه النعم بابا للسخط وبابا أيضا للتكبر والاستعلاء كثيرا ما يتفاخر الناس بالذات الآن مع العدسات ومع المرئيات ومع الوسائل التي أصبحت تشهر كل من هبى ودب كثير ما يعني تكون وسائل المعرفة وسائل الظهور لديهم هي نعم أن الله عز وجل بها عليهم من الصورة ومن الجمال أو أحيانا من بعض المميزات وما إلى ذلك فتجد بعض الناس يظن أن تباهيه أو أن تباهي هؤلاء بأموالهم أو جاههم أو هيلهم وهيلمانهم أو ما لديهم من الجاه أو السلطان أن ذلك يغني عنهم من الله شيئا أبداً هذه الأمور لا تقرب ولا تؤخر ولا تقدم إلا إذا كانت تعين العبد على تحقيق التوحيد لله رب العالمين ولا يستفيد العبد من هذه الدنيا إلا إذا كانت هذه الدنيا مدرجة إلى الآخرة كما قال تعالى لما جاء الناصحون ينصحون قارون الذي تباهى بماله وخرج على قومه في زينته قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فهذه النعمة التي أنت فيها نعمة القوة أو نعمة السلطة أو نعمة الشباب أو نعمة المال أو أي نعمة أنت الآن أنعم الله عز وجل أو خصك بها ما لم تكن هذه النعمة زادك إلى الآخرة فهي نقمة عليك وما لم تكن بابا لكي تتزود إلى الزاد الأخروي وإلى الحياة الباقية فهي في الحقيقة نقم ووبال على أصحابها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يبين لنا هذه القاعدة أن المال أو الأولاد أو العرق أو العنصر أو النسب أو الغناء أو هذه المزايا التي هي توهب لأناس وقد لا يجدها أناس أنها لا تغني عن العبد من الله شيئا فقائلهم يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالية هذه الأموال وهؤلاء الأولاد وهذه الأشياء ما لن تكن في طاعة الله لا تقربهم إلى الله جل وعلا زلفة ولذلك النظر هو إلى قلب الإنسان وإلى عمله وإلى توحيده وأيضا إلى قربه من الله تبارك وتعالى رب العالمين لأن الله جل وعلا ليس بينه لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب إلا التقوى هذا هو الحبل الذي يصلك بالله تبارك وتعالى وهذا النسب هو الذي يبقى تقوى الله تبارك وتعالى وما كان لله تعالى وفي الله سبحانه وتعالى فمن كان لله أتقى كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى ومن كان تقيا مؤمنا نقيا فهو خير ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قد يعجبك إنسان بصورة أو بمال أو بقوة أو بذكاء أو بعلم ولكن هذه النعمة الظاهرة افتقدت النعمة الباقية وهي الإيمان وهي هداية السداد وهداية الطريق المستقيم ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم الإسلام دائما ما يصحح المسار وخاصة مسار الأعمال القلبية لأن القلب هو الذي يعبر عن كثير من الأخلاق فالإسلام دائما يصحح المسار وبهذا اعتلى الإسلام وتمكن الإسلام وأيضا تمكن أهل الإسلام في هذه الأرض بأيضا أخذهم بهذه التصورات وأيضا هذه الرؤية النبوية لمثل هذه الأمور ولذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لاحظ بناء العلاقات وبناء التواصل بين الناس المسلم أخو المسلم لا ظلم ولا عدوان لا بغي ولا طغيان لا يظلمه انصر أخاك ظالما أو مظلوما تنصره مظلوما وأيضا تمنعه من الظلم والبغي والعدوان إذا كان ظالما لأن هذا هو نصر النصر الحقيقي لأخيك المسلم ولا يخذله يعني إذا احتاج منك النصر واحتاج منك الإعانة والدفاع فلا تخذله في هذا الباب فقال صلى الله عليه وسلم ولا يخذله الأمر المهم قال ولا يحقره وهذا عمل قلبي يبرز على الجوارح ويبرز على الألفاظ لأن هناك تعالي داخل هذه النفس الإنسانية التي يعني ترى في نفسها الفوقية والسمو وتنظر إلى الآخرين بنظر الدنو أو الاحتقار إما لجهلهم أو لفقرهم أو لعرقهم أو لأشياء كثيرة فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره ثم قال بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم إذن الاحتقار هذا والتعالي على الآخرين خاصة إخوانك المؤمنين هو من أعظم الشرور ودافع هذا الاحتقار هو الكبر والتعالي نسأل الله العافية والسلامة يعني يحتقر إخوانه المسلمين تأتي واحدة وتحتقر أخواتها المسلمات تستصغر شأنهم بعض الناس يستصغر شأن الآخرين وأحيانا بعض الناس من خلال كلامه وألفاظه يحاول أن ينزل ويقلل من قدر أخيه أو إخوانه أو يصغرهم في أعين الناس نسأل الله العافية والسلامة فإراء الآخرين بعين النقص هو العالم وهم على جهل هو القوي وهم الضعفاء هو الحقيق بكل شيء وهم يعني لا يسوون شيئا في نظره وهذا ما يسمى احتقار الآخرين لذلك هو حرام ومن أعظم أمراض القلوب أنك تحتقر الآخرين إما لفقر أو لمرض أو لعاهة أو لفقر أو لجهل أو لأي أمر يعني يقع فيه التمايز ويقع فيه التفاخر والتباهي بين الناس ولذلك هذا الاحتقار سببه الكبر والعياذ بالله تعالى هو يتكبر على الآخرين وينظر إلى الآخرين نظره أخرى ولذلك هذا الاحتقار الذي يوجد من بعض الناس إزاء إخوانه أو إزاء أقاربه أو إزاء مجتمعه أو إزاء كثير من الناس في تصرفاته هذا لا ينبع إلا من نفس متكبرة ونفس ضعيفة إيمانها ضعيف وأيضا هناك نقص في عقلها لأن الذي يحدث التمايز بين الناس في ألوانهم وأنسابهم أو لغاتهم أو مقاماتهم هذا ليس بيد الإنسان حتى تحتقره أو تعيره مثلا بلون أو تعيره بجهل أو بعاهة أو بمصيبة أو ما إلى ذلك فتجد هذه النفس متكبرة متعالية مدفوعة بهذا الشعور البغيض نسأل الله العافية والسلامة ولذلك تجد هذا موجود في أعماق القلوب ويظهر على فلتات اللسان ويظهر أحيانا بحركات الأعين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد لأن عنده مال فيرى الآخرين لا شيء هذه نفس دنيئة شيطانية لأن الشيطان الرجيم ماذا قال عن أبينا آدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهذه قمة الاحتقار عند هذا الشيطان الرجيم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولذلك هذا الكبر وجد عند إبليس ووجد أيضا عند كل من عارض الحق واحتقر هذا الحق نسأل الله العافية والسلامة لذلك قارون أعطاه الله من المال ما إن مفاتحه يعني الميدالية التي تحمل المفتاح لا تنوء بالعصبة أولي القوة يعني تحتاج عصبة من الرجال الأقوية ليحملوا هذا المفتاح إذ قال له قومه يعني جاء الناصحون من قومه الآمرون بالمعروف أن هنا عن المنكر أدعون إلى الخير قالوا لا تفرح يعني لا تكون نعمة المال سبب للبطر والتعالي والكبر وغمط الحق لماذا إن الله لا يحب الفرحين إذا كان هذا التباهي وهذا التعالي وهذا الفخر الذي تراه من بعض الناس بسبب جمال أو بسبب مال أو بسبب أصل أو ما إلى ذلك هذا فرح مذموم إن الله لا يحب الفرحين ما الواجب في مثل هذه النعم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ماذا قال هذا المخذول قال إنما أتيته على علم عندي أنا عندي شهادات أنا عندي مؤهلات أنا أعرف تجارة السوق أنا أعرف تحليل الأسهم فلذلك أنا أرزق فلذلك عندي مال وعندي كذا وعندي خيل وعندي كذا وعندي كذا بس الله العافية والسلام أتيته على علم عندي يعني مثل ما يقول بعضهم بحولي وطولي وقوتي وذكائي ونحن نقول لا حول ولا قوة إيش ترى ما في حول ولا طول ولا قوة للعبد إلا بالله والمؤمن يبرأ من حوله وطوله وقوته إلا إلى الله دائما المؤمن يردد لا حول ولا قوة إلا بالله فبعض الناس يظن أن هذا بكده وبعرقه وبجبينه الذي أقدرك وأعانك على وجوه المكاسب والعلم بالتجارة وغيرها يا قارون هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يقول هذا والله بكدي وكدي أبي وبقدراتي ومؤهلاتي أو على الوجه الآخر أتيته على علم عندي يعني أن الله تعالى يعلم أني حقيق بهذه النعمة كما ذكر ذلك بعض المفسرين فأنظر إلى الضلال الموجود عند هذا الإنسان في نسيان المنعم سبحانه وتعالى وأنظر أيضا إلى النعمة كيف أنه لم يحفظها قال الله جل وعلا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ما قيمة هذا المال وهو في ضلال ما قيمة هذا الجمع وهذه القوة وهذه الزينة وهي في باطل خرج على قومه في زينته قالوا إنه كان يعني مسبلا إزاره يعني ذراعا في الأرض ومتغطرسا ومتكبرا خرج على قومه في زينته وما هي نهاية التكبر صلى الله العافية والسلامة فتن نفسه وفتن غيره قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذ حظ عظيم المشكلة في بعض الناس الذين آتاهم الله نعم تجد أنه يضل بأعلى آخرين يصبح ظلا مظلا دالا على الشر نسأل الله العافية والسلام أخذ الدهماء من الناس يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا جمع هذا غشاش هذا حرامي هذا يأكل الباطل يا جمع هذا كذا وكذا ينسون كل هذه القيم ويقول قائلهم يا ليت لي مثل ما أوتي قارون إنه لذ حظ عظيم قلب المعايير الآن فإثم هؤلاء عند الله عظيم لكن آل الإيمان وقال الذين أموتوا العلم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ماذا كانت نتيجة هذا الاحتقار وهذا الاستكبار وهذا العلو قال فخسفنا به وبداره الأرض والجزاء من جنس العمل متغطرس متعالي فخسف الله به وبداره الأرض وإن موالى وإن الحراس فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ماذا يقول فرعون انظر إلى متعالي آخر وليت أن الأمر يقف عند التعالي أو الفخر لا أن يكون هذا التعالي والفخر والبطر سبب لرد الحق من النبي موسى عليه الصلاة والسلام فيرد الحق لأنه جاء من موسى ولأنه جاء من بني إسرائيل الذي هو يحتقرهم ويعذبهم وبعض الناس يرد الحق لأن هذا صغير وأنا أكبر منه وهذا فقير وأنا أغنى منه فماذا قال الله عن فرعون شيء يقول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين تأوك الصغير الآن جاي تتكلم علينا هذه نظرة المتكبرين وهذا نظرة من يحتقر الآخرين انظر إلى قمة العلو والاستكبار واحتقار النبي موسى عليه السلام قال يا قومي هذا فرعون المجرم قال يا قومي ألي سليم لكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين حاشى موسى عليه السلام أن يكون مهين لكن هذه نظرة احتقار من هؤلاء أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين ما نتيجة هذا الغرور والاستكبار واحتقار الآخرين وأيضا هذا العلو وأيضا هذه النفس الشيطانية التي ردت الحق وكفرت بالله قال الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى واحد متغطرس مستكبر يقول أنا ربكم الأعلى قبل ذلك يقول ما علمت لكم من إله غيري ماذا كانت النتيجة أخذه الله نكال الآخرة والأولى أظل فرعون قومه وما هدى نسأل الله العافية والسلام ولذلك ترى هذا الكبر أيها الإخوة من أعظم خصال الشر ومن أعظم صفات أهل الباطل ويزداد جرما إذا أدى إلى رد الحق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بعض الناس يغمط الآخرين وينتقص الآخرين ويزري بالآخرين نسأل الله العافية والسلامة قد يكون عند إنسان ضعف في جهة معينة فما لك ولهذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة وهذا الدلال على قلة الإيمان وعلى ضعف العقل كما كنا كما قلنا وهذه الدنيا وزخارف هذه الدنيا ترى دول دول بين الخلق كم من فقير اغتنى وكم من جاهل تعلم وكم من وضيع شرفة وارتفع بل ملك من الأموال ما ملك وتلك الأيام نداولها بين الناس ويمكن ترى هذا الذي يحتق للآخرين في أسفل سافلين وما ربك بظلام للعبيد فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر ولذلك إذا خصك الله بنعمة شكرها وحمد الله عليها وسخر هذه النعم فيما أرادها الله عز وجل نعمة القوة أو المال أو التجارة أو الشهرة أو المنصب أو القبول أو ما إلى ذلك من سائر النعم اجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى صفة سبحان الله العظيم الاحتقار والكبر وأيضا هذه النظرة السوداوية إلى الآخرين يعني حقيرة جدا بل وذميمة هؤلاء الذين يسخرون بالناس في الحقيقة هم لا يسخرون إلا بأنفسهم ولا يحتقر إلا نفسه وما يشعرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون نسأل الله العافية والسلامة ولذلك التواضع وأيضا الخضوع لله رب العالمين آية على كمال الإيمان وأيضا صلاح الدين عند الإنسان وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم التواضع في حقيقته رفع للإنسان مهما يعني إذا وجدت الإنسان متواضعا كلما آتاه الله نعمة كلما آتاه الله درجة تواضع وخضع وسجد شكرا لله رب العالمين وأدى حق الله عز وجل عليه في هذا المال أو في هذا المنصب أو في هذه القوة أو في هذا المتاع التي متعه الله عز وجل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفع يقول ابن القيم كلما زيد في علم الرجل زيد في تواضعه الواجب للإنسان كلما زاد رصيده وزاد قبوله وزادت كفاءاته وعلمه أن يزداد إخباتا وخشوعا وخضوعا لله رب العالمين هذا هو واجب للإنسان فلا يأتي النصر ولا يأتي الخير إلا من الخضوع لله أنت عندما تتواضع للكبير وتعطف على الصغير وترحم القريب خاصة الذي يحتاج منهم إلى رحمة أو إلى إعانة أو إلى تواد أنت بالتالي إنما ترحم نفسك أنت لا تخضع للمخلوقين بقدر ما تخضع للخالقي رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله تعالى عن أوليائه قال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ أَذِلَّهُ لِلَّهُ لأن كلما الإنسان ذل لله كلما ارتفع كلما الإنسان تواضع لله كلما ارتفع كلما الإنسان أقام دين الله جل وعلا كلما أقام الله عز وجل ذكره وأعلى له شأنه وزاد خيرا على خير أما هؤلاء الذين لا يأبهون بهذه التوجيهات النبوية وأيضا لا يأبهون بهذه الوصايا القرآنية فهم نسأل الله العافية والسلام السلام إلى خسار وبوار نسأل الله العافية والسلام الإسلام دائما ما يصحح المسر ويبعد عنك أي مجال يدخل عليك الشيطان فتتكم قل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير الصغير يسلم على الكبير هذا هو هدينا في السلام هذا هو الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لماذا؟ لأن الإنسان حينما تجد الراكب يسلم على الماشي لأنه في علو وينظر نفسه أعلى من الآخرين فكان لهذه النفس أن تتواضع وأن تتدانى لله رب العالمين الآن بعض الشباب الله هديه ما يسلم بعض الناس جيران أقارب أرحام ما يبذل السلام ومن أعظم صفات المتكبر والذي يحتقر الآخرين أنه لا يرد السلام إذا سلم عليه أحد ولا يبتد أحدا بالسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأوا بالسلام قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس الآن في الأسواق في الشوارع يعني يمشي مفتخرا بالسيارة مفتخرا أحيانا بما لديه من الثياب والقماش وأمور الدنيا فينظر الناس أمامه كأنهم الذر يطأهم بأقدامه ويطأهم بسيارته أو بمثل هذه الأم يشمخ بأنفه لا يحترم الكبير ولا يوقر الصغير نسأل الله العافية والسلامة بل بعضهم أحيانا يتعالى على والديه بعض الأبناء وبعض الشباب هدهم الله يتعالى حتى على والديه ويتعالى على أقاربه وعلى أرحامه نسأل الله العافية والسلامة ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال الطولة وقصد في مشيك يعني أمش بهدوء وبتوازن وباعتدال ليس بتكبر ولا بجبرية ولا بغطرسة هؤلاء الشباب الذين الآن يمشون ويلعبون لعبة الموت ويحدثون الأصوات ويزعجون الآخرين ولربما سدوا الطريق ولربما آذوا أنفسهم وآذوا غيرهم ما طبقوا هذه الآية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة اقصد في مشيك هذا هذه الإسلام توسط واعتدال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يعني بتواضع بانتظام بسلام ليس هناك تغطرس ولا جبرية ولا إساءة ولا ظلم لأحد واغضض من صوتك يعني حتى نبرات الصوت تدل أحيانا على التكبر وتدل أيضا على التواضع إن أنكر الأصوات لصوت ولا تصعر خدك للناس إن الله لا يحب كل مختال فخور بعض الشباب الآن إذا وصتهم أو ناداه الوالد أو أمره بأمر ماذا يفعل؟ يصعر بخده يقول هكذا يلوي عنوقة بعض الناس إذا شاف الفقير أو شاف المسكين صعر بخده ما يقبل على الناس بوجهه وتصعيرة الوجه والإعراض عن الوالدين أو الإعراض عن خلق الله هذه من علامات التكبر لا تصعر خدك قالوا هذا دا يصيب الإبل هذه من علامات الغطرسة والتكبر ولذلك لما يكلمك الوالد أو الوالدة أو يكلمك كبير في السن أو أخوك المسلم أو جارك أقبل عليه بوجهك حتى وأنت في الصلاة لما تجلس في الصفوف وبجانبك طفل أو بجانبك أعمى أو لمعاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان قد يكون بجانبك أحد حتى يسد الفرجة تأخذه باللين قد يكون أعمى قد يكون غافل تأخذه باللين لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمشكلتنا يا إخواني أننا ينبغي أن نرشد الأبناء نرشد الطلاب نرشد من تحت ولايتنا إلى حسن التعامل مع الآخر إلى التواضع وعدم الجبرية وعدم التكبر وأيضا إياك وعزة النفس على الباطل وشموخ الأنف بالظلم والإثم والعدوان لأن هذه التعاملات التي تقع الآن في الأسواق أو في الشوارع أو تقع بين الناس هي التي تولديش العداوة والبغضاء نسأل الله العافية والسلامة والواجب على الجميع هو التواضع لله رب العالمين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد لا تشمت بأحد ولا تسخر بأحد ولا تسبن أحدا وكل هذه توجيهات نبوية تصحح المسار تصحح أيضا سلامة المنطق وأيضا سلامة التعامل مع الآخرين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ما في التنابز ولا في التعالي على الخلق بذلك يتكامل هذا المجتمع ونكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا نسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس وأيضا في هذه اللحظات المباركة أن يغفر لنا ولوالدين ووالد والدين وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا وانصر جنودنا وأمن بلادنا يا رب العالمين اللهم أصلح الراعية والرعية اللهم أصلح الراعية والرعية والأمة الإسلامية اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي عهده إلى ما تحب وترضى ووفقهما لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مريضنا وعافي مبتلانا واجبر كسيرنا وتولى أمرنا واصلح شأننا واقضي ديوننا وتولى أمرنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلى ودرك الشقى وسوء القضى وشماتة الأعدى ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين ولا تهلكنا بالسنين وارفع البلاء عنا وعن إخواننا المسلمين يا رب العالمين اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم تب علينا وتب على التائبين يا رب العالمين واغفر ذنوب المستغفرين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم على سيدنا وهياكم الله بارك فيكم رزاكم تقبل منا ومنكم الأذان استعنا بالله لا إله إلا الله اللهم صليبوا اشتركوا في القناة